الراديو 9090 هواها مصري الغلبة على الاحداث وظهر فيه كمان معظم الابطال الجداد اللي انضموا للمسلسل زي هشام سليم يسرى لوزي واحمد العودي هنروح بقى لأحمد الساقة استعرض مهاراته في الفروسية ونزل فيديو على تويتر القفزة ثلاثية من الحواجز عملها بمساعدة الخيل بتاعه وكتب عليها جملة الحمد لله الساقة بيواصل طبعا الايام دي تصوير مسلسله جديد ولد الغلابة مع مايا عمر وانجل مقدم والمخرج محمد سامي بمناسبة بها احتفالها بعيد بلاتها نزلت نسرين امين مجموعة من الصور مع اسرتها في فترة الطفولة وكتبت عليها عيد ميلادي نستالجيا عائلتي كل سنة وانت طيبة طبعا يا نسرين ورب دايما حياتك تكون حلوة كمان فتحت دنيا سامير غنم صندوق ذكرياتها الحية ونزلت برضو على انستجرام صورة لها من ايام الطفولة مع اختها امي سامير غنم والتها والدتها دليل عبدالعزيز وكتبت عليها ذكريات كمان خمس مرة في اقل من شهر ريام حجاج بتلجأ لنشر صورة مع زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة عشان تنفي بيها الاشاعات اللي بتتردد عن وجود خلافات ما بينهم ورجوعوا مرة تانية لزوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز